نظم قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين محاضرة حملت عنوان الإفتاء المؤسسي مفهومه وأهدافه وآلياته بحضور جمعا من المشايخ ورجال العلم والأساتذة الجامعيين السادة الكرام الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التي يعقدها قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين في العراق بالتعاون مع دائرة الإفتاء الأردنية والتي جاءت لتسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع الإفتاء المؤسسي فضيلة المفتي الدكتور حسان أبو عرقوب مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الإفتاء العام الأردنية تناول في محاضرته مؤسسية الإفتاء والتي تعددت بين المجالس والمجامع ودور الإفتاء الفقهية تحت مسمى الفتوى الجماعية توحيد الفتوى كان هما شاغلا عند المسلمين يعني يأتي عند الشيخ بجواب والشيخ بفتي بجواب يعني قد يأخذ ست سبع إجابات من ست سبع شيوخ فيحار هذا الإنسان طب ماذا أفعل على من أسير وبعض القضايا حساسة يعني فيه قضايا زواج وطلاق طب هذه أنساب فيه قضايا مواريف المال يقتتل الناس من أجل المال يتذابحون هذا بقول الشيخ فلان أفتاني كذا والشيخ فلان أفتاني كذا يعني ليست القضايا كلها ببساطة ولا طهارة وصلاة وعدنا صلاة ولا ما لا فيه قضايا أنساب قضايا أموال قضايا أعراض قضايا قتل عفو هناك مساء الخطيرة طب ما الذي نفعله إذا كل شيخ يفتي على مزاجه أو مش على مزاجه وفق مذهبه يقول يعني إذا كان راجع إلى مذهب فلابد من قضية توحيد للفتوى وتطرق الدكتور أبو عرقوب إلى منهجية الإفتاء والانتقاء من جميع المذاهب الفقهية بشرط أن تكون الكلمة موحدة للخروج بفتوى مقبولة من الجميع واحترام الرأي الجماعي في العمل المؤسسي ونبذي نظرية التعصب عند إخراج الفتوى فكر مشترك كأن نفكر بعقل واحد يعني عارفين هدفنا عارفين توجهنا عارفين ما هو المسموح ما هو غير المسموح ما هو الجائز ما هو غير الجائز ما هي حدودنا فبالتالي تجد الأمور سهلة يعني مهما تناقشنا وارتفعت أصواتنا المصب واحد والطريق واحد هذه هي المؤسسية أن نفكر بعقل واحد لكن لا بد زي ما ذكرنا من وجود الأمور السابقة وأهم شيء نركز عليه قضية الحرية إذا لم يوجد حرية عند أهل الدين لن تجد إنتاجا علميا صحيحا هذا نقطة مهمة غاية في الأهمية يجب أن نفكر في معزل عن أي تأثير نفكر بالعلم الخالص نفكر أنه إرضاء وجه الله سبحانه وتعالى فقط ثم إن وجدنا مصلحة بإطلاق الفتوى أطلقناها لم نجد مصلحة بإطلاق الفتوى سنصمت عنها لأنه هناك أحوال ينبغي على المفتي أن يسكت وأن لا يتكلم الفتوى تمتاز بخطورتها إضافة إلى أنها غير ملزمة ولا بد أن تتوفر الحرية عند أهل الدين للخروج بإنتاج علمي حديث كما أن الإفتاء مستقل ولا سلطان عليه إلا سلطان الدين ترجمة نانسي قنقر